موسيقى 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 أول من كنت تجبرت الكلام على المنديل العرباء والتسحين بالولايات المتحدة الأمريكية يعني كنت أذكر كواحد حصرة واحد حصرة لأنها كانت عندنا واحد مجموعة قوية كان عندنا لعبين في المستوى الكبير وحتى الظهور مجدهرنا يعني كان مشريف ولكن للأسف الشديد في كرة القادم النتيجة هي اللي كتتكلم مثل ما تقول لك النهائية كتتلعب وما تتربح وما تتلعبش هي راكت لعب نحن نقول له كتتلعب وما تتربح هي راكت لعب هذا اللي أنا مني كنشوفه المباراة الأولى ضد المنتخب بلجيكي اللي يعني خلقنا العديد من الفرص وفي الآخر نهازمنا بواحد السفر المباراة دي السعودية اللي كنا نشوفه يعني في الميزان يعني كنا متفوقن عنه من ناحية المؤهلات ديونا مع السعودية كان خسنا ننتصر في ذلك المباراة لكن كانت وقعتنا صدمة في ذلك المباراة والمباراة التالية كانت حاسيمة ديال الهولندا وعلى الأقل كنا نتصرنا فاكنا نمروه خبط ثلاثة ديال النقاط اللي حتى يرغم أننا تسجل عندنا في الشوط الأول ولكن وقفني يعني ند للند المنتخب الهولندي رغم النجوم اللي كانت عنده ودخلنا في الشوط تالي يعني وسجلنا الهدف للسجل ديال تعادل يعني بعضه حتى التبريرة ديال ديال مصطفى حجي اللي الفاجأ للدفاع ديال الهولندي لكن الأسف شديد تسجل عندنا الهدف الثاني يعني على طريق وحد الخطأ هنا كنشوف اللي كان يكون حسنا لأن على الأقل هذا الموات الماتشتاوي كنا نخرج على الأقل بتاعدون وكننا كنا نستاهلوا نمروا الدور الثاني لكن كورة القادمية هذه النتيجة هي اللي كانت تتكلم في الأخير النتيجة هي اللي كانت تذكر شربحتي ولا باش فزتي وطبيعة حال من الذكريات اللي كانت تبقى يعني كقلب هجوم والهدف اللي كانت تتكلم في هولندا لأنه بسجل في المونديال فأي لعيب تمنى يسجلوا ليكون هدف ديال المونديال فأنا تتكلم في الحال وقت رجع للوراق يعني كنت تتكلم في الصحيح ونبتغر نسبة في الوراق فأنا كنت تتكلم في صحيح وكنت تشعر بأنه كان بإمكاننا نمشي ومشي على الدور تاني نفوتوا الدور تاني هذه الحالة ينجح قد رجعت للبرتوغال ونفكا كان معي مشير برودو المشير برودو في ذلك المجال البلجيك اللي يحبس لنا كل شيء لانه هو بنفسه وقال لي بانا كنا كنا نستاهلوا نفوزوا عليهم بواحد الحصة تقيلة وجوبتوا وقال ليه ولكن انت كنت يتم حبستي هنا كل شيء يعني بدل العبارة وحتى الاعلام في البرتغال حتى اوما اللي شاهدوا المباريات يعني الكل قال بانا كنا نستحقوا التأهل كنا نرى السحاب اللي قاءت بذلك المنديال يعني انه كين بقوات يجل كتر الكلام على ذلك المنديال وخلاف البهجة باش يقول ان نتهموا بعدين كنا نتهموا لان مبارا دي الكرة للقدام يتكلموا الفراس بما ينضيعوا، البهجة يضيا على هذا نضيا هذه مسائل الذي يجرب العام في كرة القدم إذاً ما يمكنش يكون هناك تيام وهو عير الحسرات التي كانت وفي طبيعة الحال كانت تقصق من المونديال لأنك الهدف دينا هو المره الدور التالي ما تمكنناه خرجنا سفر النقطة يعني هذي كلها عواميل اللي أطرأت إذاً ما أطرأت إذاً هذي اللعاب كيف قلوه بالدرجة دينار ما عندهش نفس إذاً الخسارتيك أدخلت خسارك وتمشي هناك ماي كانت يعني لديك الحسرات يحترك وخيكوانشي بين شيء لعاب و لعاب أخر هذي كعير داخلة في النتق كورة داخلة في النفسية دي اللعاب داخلة بأنه كنا عازمين باش ننتاصروا كنا عازمين باش نتأهلوا هذا اللي بعض المرات كتخلي نيلاعب كتخل في واحد النقاش مع لعاب آخر ولكن في الآخر من واحد مني كان كيف كنقوله مني كان بردق الأمور كترجع المياه كترجع المجاريع موسيقى موسيقى الحكاية كانت خصوصا بأن الأغلبية فينا كتلعب أوروبا وكان عندنا كان لعبوه بالأحدية دي الشركة اللي كتدير بها واحد العقد كان تجبر إلينا باش باش اللعبوه بذوق الأحدية موسيقى بصراحة كان تشهي لعابتها وكان دخل فاتشي أدرين ما تقبلوهاش يعني ما يمكنش عندي مع الشركة وغنجي لعبوه واني باكينش في كرة القدم أصلا موسيقى بالحال هذه دكرة من الدكريات اللي كان المالك دينا الله رحمه الحسن التاني هو كان نمشينا للقصر البالكي قبل ما نمشيه المونديال واللي هده لنا هو بنفسه اللي علقها لكل اللاعبين يعني كانت بقى دكرة من الدكريات اللي الآن محتفظ بها يعني ما يمكنش تضيع الوحشي اللي عنده قيمة كبيرة خصوصاً من عند سيدنا الله رحمه ذاك شي كنه كان نروبش كل كل اللاعبو بيعاب